أنشطة الصين الاستفزازية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ شكلت محور لقاءات وزير الدفاع الأمريكي لويد آستن في جولته الأسيوية كما أنه أمام منتدى شانغريلا وجه تحذيرا للصين بأن الولايات المتحدة ستواصل دعم تايوان لمواجهة أي محاولة صينية لتغيير الوضع القائم هناك رأينا بالتأكيد رسالة قوية جدا أرسلها وزير الدفاع الأمريكي للصين أقول هي الأقصى من مسؤول أمريكي على هذا المستوى والموقف الأقوى من قبل إدارة بايدن التي كانت حذرة للغاية تجاه الصين أعتقد أنه تطور إيجابي أن نرى هذا التوجه ولكن نحتاج إلى رؤية واضحة ومتماسكة للسراتيجية بايدن تجاه الصين آستن ذكر أيضا بأهمية احترام النظم الدولية محذرا من تبعات جرار دول كبرى وراء أطماعها التوسعية في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا الغزو الروسي لأوكرانيا خلف خسائر فادحة وكوارث عسكرية لروسيا وواشنطن ترسل رسالة إلى الصين بأن أي غزو لتايوان ستكون له عواقب وخيمة فالتايوانيون سيدافعون عن أنفسهم والولايات المتحدة ستساعد تايوان بموجب قانون العلاقات مع تايوان والصين ستعزل دوليا إذن الرسالة الأمريكية هي أن الصين يجب أن تدرس بدقة ما يحدث في أوكرانيا ملف كوريا الشمالية كان حاضرا أيضا في مباحثات آستن الأسيوية لا سيما خلال اللقاء الثلاثي الذي جمعه بوزيري دفاع كوريا الجنوبية واليابان الوزراء الثلاثة قرروا تعزيز إجراءات الردع بعد تزايد أنشطة بيونج يونج الصاروخية والتخطيط لمناورات عسكرية ثلاثية وتبادل المعلومات بشأن الصواريخ الباليستية في خطابه أمام حوار شانجريلا أوضح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن استراتيجية الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ والتي تستند إلى بناء الشراكات مع جميع دول المنطقة كما عقد أوستن لقاءات مع عدد من نظرائه أتحت له فهما أعمق لمخاوف تلك الدول ووضع خارطة طريق للعمل معا بشكل أوثق كما أكد مسؤول أمريكي رافق أوستن في جولته من البنتاجون وفا إجباعي الحرة ترجمة نانسي قنقر